ارتفع حجم التداول في سوق العقار في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 6% حيث بلغ 528 مليون دينار مقارنة مع 497 مليون دينار 75% منه في العاصمة بحسب دائرة الأراضي والمساحة في حين ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة في أول شهر من العام الحالي بنسبة 18% حيث ارتفعت بيعات الشقق بنسبة 9% والأراضي بنسبة 21% مقارنة بذات الشهر من العام السابق أما حجم الإعفاءات للشقق فقد ارتفع في أول شهر من العام الحالي بنسبة 6% حيث بلغ 6 مليون و 500 مليون دينار مقارنة مع 6 مليون و 100 ألف دينار لذات الشهر من العام الماضي أما حجم بيعات الأجانب العقارية فارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 45% حيث بلغت 34 مليون و 600 ألف دينار مقارنة مع 24 مليون دينار لذات الشهر من العام السابق وكان الإقبال على الشقق أعلى من الأراضي وبحسب الجنسية سحوذت السعودية على الجزء الأكبر بحجم 14 مليون دينار والعراقية ثانيا بحجم 8 مليون و 800 ألف دينار وثالثا أسودية بحجم 4 مليون دينار واللبنانية رابعا بحجم مليون و 800 ألف دينار والسورية بالمرتبة الخامسة بحجم مليون و نصف المليون دينار بحجم مليون و bizarre ترسون 한다 هذا so شكرا